لا شيء هنا يمكنه ترجمة ما وصلت إليه المرأة في اليمن رغم ما تتناقله التقارير عن واقع مرير لكن واقعهن يظل أكثر قتامة المشاكل والانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في اليمن تعرضت للانتهاكات مما أدى إلى تعدل الانتهاكات لجسيمة الستة وهي العنف والتميز والإقصاء والتهميش والضرب والإهانة والانتهاكات والاستغلال والاتجار والاعتداء الجنسي والتهجير تدفع المرأة اليمنية الفاتورة الأعلى كلفة في الحرب في ظل ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة خلال فترة الحرب على يد مسلحي ميليشيات الحوثي انتهاكات جسيمة ضد النساء تمثلت في القتل والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف تضيق سبل النجاة باليمنيين يوما بعد آخر لكن اليمنيات يقفن في واجهة المأساة مؤخرا كشف تقرير عن تعرض 35 فتاة وطالبة للاختطاف في صنعاء فيما تصاعدت وثيرة اختطاف الفتيات بصورة غير مسبوقة في اليمن ناهيكة عما أكدته منظمات عن توثيق أكثر من 40 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال سنوات الحرب يجب حماية المرأة في ظل الحرب باتخاذ التدابير المتخذة في حقوق الإنسان وفي برامج المادة التي تنص على حقوق المرأة والطفل التي وصادقت عليها اليمن في اتفاقية جنيف التي نصت عليها المادة من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم تناقشها في مصفوفة النساء في اليمن تقف بحزنها أمام المعتقلات تبحث عن مفقوديها في الأقبية والمعتقلات ملشنة النساء من قبل الحوثيين زاوية أخرى من الاعتداء على إنسانية المرأة وكرامتها ودفعها لتكون مصدرا للعنف الذي يطال النساء الأخريات تتحدث مصادر متعددة عن أكثر من أربعة آلاف امرأة تم تجنيدهن لمداهمة واقتحام المنازل واختطاف الطالبات والناشطات ستنتهي الحرب لكنها ستترك ندوبا غائرة في جسد المجتمع اليمني فيما تظل فصولها مرسومة على أطراف النساء شاهدة على بشاعة الحرب وتاريخ من حزنهن الطويل